أمر بالمعروف وننهى عن المنكر هكذا علمنا الحسين صلى الله عليه إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لماذا تمنعوني؟ منع الحسين عليه السلام أن يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فكان لابد منه من أن يفجر الوضع وفجره بهذه الطريقة الرائعة العظيمة حينما فدى نفسه لدين الله فأحدث تموجات عقائدية كبيرة وواسعة في هذه الأمة ما زالت تتموج إلى اليوم إلى اليوم نحن هذه الأمواج من معركة الطف إلى اليوم تصلنا وتهز هذه الأمة هذا أمر عظيم أن يكون هناك تموج مستمر للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتموج مستمر يدفع الذهن المسلم إلى التفريق بين منهج الله ومنهج الشيطان بين منهج الإسلام الحقيقي الأصيل ومنهج الإسلام المنحرف المزيف إذن ليست كل الطرق تؤدي إلى الله ليست كل المذاهب تؤدي إلى الله وللعلم فإن كلمة المذهب كما قلنا سابقا هي كلمة خاطئة هذه أديان ما يسمى الآن بالتسنن مثلا ليس مذهبا هذا دين آخر الدين البكري دين أهل البدعة المذهب كما بينا أكثر من مرة هو مجموع ما يذهب إليه الفقيه في اجتهاداته أي في نطاق ما سمح الإسلام في أن يجتهد فيه وأن يكون فيه اختلاف لأنه يبقى ظنيا أي في المسائل الفرعية في الفروع فقيه يرى كفاية تسبيحة واحدة من التسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين لكل صلاة من الصلوات الرباعية فقيه آخر لا يرى ذلك ويقول الصلاة لا تتم إلا بثلاث تسبيحات هذا مذهبه هكذا هذا مذهب وهكذا إن أصاب هذا فله أجران إن أخطأ هذا فله أجر واحد هذا مذهب وهذا مذهب مذهب فقهي أما إذا كان الأمر في الأصول فهنا لا يبقى ما بين هذه المدارس أو الاتجاهات لا يبقى ها هنا مذهب يكون هنا اختلاف ديني أي أن هذا دين وهذا دين هذا دين يؤمن بأن الإمامة أصل من أصول الدين وذاك دين لا يؤمن بأن الإمامة أصل من أصول الدين هذا دين وهذا دين أما أن يقال هذا مذهب وهذا مذهب لا يا أخي ما يصير لأن المذاهب صحيح المذاهب تنتهي إلى الله إذا كانت ضمن نطاق الإسلام أي ضمن نطاق أصول الإسلام وكان المختلف فيه مذهبيا إنما هو بالفروع وما أشبه أو من توابع الأصول فيما سمحت الشريعة في أن يختلف فيه مذهب أحد مثلا بأن خالد بن سنان كان نبيا بناء على بعض الأدلة مذهب شخص آخر أن خالد بن سنان لم يكن نبيا لأنه أكوى اختلافات بين الروايات في هذا الأمر هذا من التوابع أو من زوائد الأصول أي أنه لا يقدح بشيء ضروري في الإسلام أما أصول الدين الأساسية بتفصيلاتها الضرورية فهذه إن وقع فيها اختلاف فهنا معناه أنه يقع افتراق فكل من كان على العقيدة التي أحمل هذا أعتبره على ديني أي على الإسلام الحق وكل من يحيد عن ذلك ولو قيد أنم له فهذا زنديق خلص خارج عن هذا الدين نعم أخرجوا عن الدين موضوعيا علميا مآليا أي في الآخرة لكن في الدنيا تترتب عليه الأحكام على حسب ما يعلن هو به يعلن الشهادتين هذا كافي مجرد الإعلان هذا له موضوعية ومدخلية في ترتيب أحكام المسلمين عليه هذا الأمر للعلم من جملة تعاليم أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام لكن ماذا نفعل في من لا يكشف للأمة هذه التعاليم ماذا نفعل في من يخبئ هذه التعاليم وردت عندنا حديث مضمون هكذا أن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لأحد أصحابه الإمام الصادق عليه السلام أنه مد المطمر بينك وبين أصحابك ما المطمر؟ يعني خيط البناء هذا الخيط الذي كانوا يضعونه حتى يجعلون البناء يكون محاذيا بعضه لبعض يكون مستقيما فيقول هذا مد أنت بينك وبين أصحابك فمن تجاوزه فهو زنديق من تجاوز هذا الخط شوف هذا الخط الدقيق أي من يختلف معك عقائديا فقل أنت زنديقون أنت خلص أنت بر أنت بر الإسلام أي في الآخرة أنت لا تحشر مع جماعة المسلمين نعم في الدنيا أنت تترتب عليك أحكام المسلمين لا تقتل يعصم دمك مالك عرضك تترتب عليك الحقوق والواجبات هذا الأمر ترجمه إمامنا الحسين صلى الله عليه في حركته وفي تعاليمه وفي سلوكه وفي أقواله وأحاديثه نلاحظ هذه السماء عند سيد الشهداء صلى الله عليه وهي السمت عدم الاعتراف بالفرق الأخرى على أنها فرق إسلامية إسلامية بمعنى الكلمة لا لم يكن الأمر هكذا وإنما كان الحسين عليه السلام يصفهم بالكفر والمروق من الدين وبهذا نعرف أن هذا هو منهج الحسين صلى الله عليه أنا أنقل لكم ثلاثة أمثلة حتى يتبين لكم أن هذا هو منهج الحسين منهج الحسين صلى الله عليه هو المنهج الذي نحن نسعى لأن نسير عليه هذا المنهج وهو منهج عدم الاعتراف بالآخر على أنه على حق نعم أعترف بالآخر على أن له حقوقا مدنية هذا هو المطلوب مني حتى عالميا ليس مطلوبا مني أنه أعترف أنه النصراني يذهب إلى الجنة مثلا كذلك ليس مطلوبا مني أن أعترف بأن البكرية يذهب إلى الجنة لا يذهب إلى النار لكن في الدنيا لك حقوقك لاحظوا معي هذا المثال الأول تجدونه في تحف العقول في كلام للحسين صلى الله عليه قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اتقوا هؤلاء المارقة المارقة يعني ماذا يعني الذين مرقوا من دين الله خرجوا من دين الله خلاص ليسوا على دين الله ليسوا على دين الإسلام ما هي صفاتهم هو يصفهم الآن حتى ترون أن صفات هؤلاء تنطبق على كثير من من يحمل أو من يدعي الإسلام اليوم أيها الناس اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشبهون الله بأنفسهم عقيدة التشبيه هؤلاء هؤلاء الذين يقولون إن لله وجهاً ويداً وإن جهلنا الكيفية وله حتى أصابع وله حاق وله رجل وله وله وشعر كذا وجه كذا وأمرد إلى آخره هذا النوع من التشبيه وإن زعمت بأنك تجهل الكيفية لكن هذا تشبيه حينما تقول أن له أعضاء هذا المقدار كافي لتثبيت التشبيه أنك تعتقد التشبيه أي أنه كما أن الإنسان مركب من أعضاء الله عز وجل مركب من أعضاء ما دمت تعتقد بهذا الاعتقاد فأنت مارق في قاموس سيد الشهداء الحسين بن علي صلى الله عليه مارق يعني شنو يعني خارج عن الدين نعم حيث أنك تصف الإسلام تتكلم بكلمة الإسلام ينطبق عليك عنوان المسلم في الحياة الدنيا من حيث الحقوق والواجبات أما في الآخرة أنت مارق توقيت كلمة الإسلام توقيت كلمة إسفر توقيت كلمة إسفر شكرا